دايماً لما بنتكلم على التغييرات المناخية ربما بناخدها من جانب علمي دايماً بندرس أو لما بنتكلم بنتكلم عن تأثيرات التغييرات المناخية على الجغرافية على مش عارف ايه لكن هل مرة فكرنا ان التغييرات المناخية دي ممكن تأثر على المجتمع أو على فئات مخصصة من المجتمع الرابط ما بين العلمين ربما يكون جديد طيب خلينا نتكلم بشكل علمي الدراسات الأخيرة كشفت ان في شريحة هتتأثر أكتر من غيرها من الشريح المجتمع بالتغيرات المناخية الدراسات دي قالت أن المرأة والطفل في بعض المجتمعات ممكن أن هم يتأثروا اقتصاديا وكمان اجتماعيا وصحيا ليه؟ لأن الفئات دي هي اللي سيكونوا أكثر ضررا من غيرهم من التغيرات المناخية ضفتنا النهاردة التايتل بتاعها جميل جدا دكتورة هلا يوسري هي أستاذ علم الاجتماع في مركز بحوث الصحة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ مستفى منورانا والله مرسي يا فندم أهلا بحضرتك في فعلا لو تكلمنا على التغيرات المناخية هل في تأثير فعلا يعني أنا برضو عمال أفكر المناطق النائية كان فيه ناس بتعيش في الصحراء وطول عمر الصحراء فيها ناشر ومتعايشين تماما مع هذا الأمر ولكن باختفاء بعض النباتات من الصحراء بسبب التغيرات المناخية باختفاء بعض الزواحف ودي بتأثر على التوازن البيئي بتغير الطقس إلى أكثر حرارة وأكثر برودة هل هذه الفئات قادرة على التكيف كما تكيف أجدادهم من قبل الإجابة نعم قادرة على التكيف والمفروض أن العلوم الطبيعية اللي حضرتك ذكرتها الكيميا الطبيعة التأثيرات الفيزيقية على الأرض الجغرافية بتاعة الأرض وأشكالها وكل ده هو لصيق الصلة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لحياة البشر أرجع لسؤال حضرتك هل هناك علاقة بين تأقلم بعض الفئات والتغيرات المناخية الإجابة نعم وليها شقين الشق الأولاني يعتمد على الثقافة التقليدية في المجتمعات البدائية بالتغيرات المناخية بالظروف الصحية بكل أنواع الحاجات المجتمعات دي عبقرية بجد عبقرية لأن هي بتعيش وبتطور نفسها بأضعف وأبسط الإمكانيات فاحنا ما نستهونش أبدا هم بينين لنا بدائيين ولكن هم يستخدموا التكنولوجيات تتفق وطبيعة البيئة اللي هم عايشين فيها إذن هم بيقدروا يواكبوا التغيرات المناخية ولكن الشق التاني والشق العلمي إزاي نقدر نساعدهم بالعلوم وتطبيقتها في مختلف المجالات إنهم يعيشوا حياة أفضل نضرب مثال وكان أنا شايفة في البرنامج جايب مزرعة بينبان في أسوان والطاقة الشمسية السولار بيستخدموا كمية السولار انرجي مش السولار آلا السولار انرجي طبعا اللي هي الطاقة الشمسية يعني إحنا نقدر نساعد مثلا الناس في المناطق الصحراوية بإن إحنا نوفر لهم الطاقة الشمسية بدل ما نوصل كهرابا لحد كل مكان في المناطق الصحراوية بكده قدرنا نخليهم يعيشوا عيشة طيبة ونوفر لهم كتير من الإمكانيات اللي هم يعني مش بيتمتعوا بيها نظرا لاختياراتهم في وجودهم في المناطق الصحراوية على فكرة وجودهم في المناطق الصحراوية سكاترت كده يعني متوزعين في صحراء مصر كلها سواء الشرقية أو الغربية أو سيناء ها ده اختيار ليهم ولو حضرتك قلت لهم تعالوا قعودوا في مكان واحد شهر ده وأنا هجيب لكم وهعمل لكم واسوي لكم وهبنلكوا بيوت وكده هم بيرفضوا لأن هي طبيعة حياتهم التنقل والترحال ودي حاجة من ثقافتهم وإحنا مش مضرورين من كده بل بالعكس بمدونا بثروة حيوانية رائعة أغنام ماعز وخاصة في مناطق سيدي براني في محافظة مطروح في يعني تربية لثروة الحيوانية هناك بشكل رائع جدا جدا ودي حياتهم احنا بالعلم نقدر نتوارهم وفيه أدوات كتير جدا للتطوير طيب دكتور هيلة الحديث عن أنه هناك فئات تتأثر أكثر بمثالة التغيرات المناخية المرأة والطفل ما هو سبب هذا العلم لا هو حضرتك هناك فئات أكثر هشاشة للتعرض للتغيرات المناخية منها زي ما حضرتك تفضلت المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والمجارعين اللي هم الفلاحين اللي لا يملكوا أرض وممكن الصيادين لأنه برضو عشان رزقهم بيتأثر يعني ارتباطهم بالموارد الطبيعية والطبيعة كبير جدا فأي حاجة بتأثر على الطبيعة بتأثر فيهم فيه وكمان أقدر أضيف المواطنين دوي الخصائص الاقتصادية الاجتماعية البسيطة حضرتك أستاذ مصطفى تيجي تقول لي يعني إيه الكلام اللي بتقوليه دوي هقول لحضرتك يعني التعليم بسيط أو ما فيش تعليم أقدر أقول لحضرتك الصحة على قدها وكمان الإمكانيات بتاعتهم إنهم يزولوا مهنة يعني من حيث قدراتهم بسيطة جدا مش بيعرفوا يزولوا مهنة فإحنا نقدر نساعد هذه الفئات وهما الأولى بالرعاية وخاصة في المناطق الأكثر تأثرا بتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على بعض المناطق في الجمهورية الدراسات دي لو تكلمتي فيها بلغة الأرقام يا دكتورة رصدتي كام في المية يعني رصدنا قد إيه فقد إيه من مجتمع قد إيه نقدر نحل إزاي يعني طايتل حريك أستاذ العلم الاجتماع في مركز بحوث الصحراء فأكيد إحنا عملنا دراسات مجتمعية على شرائح مجتمعية في الصحراء وتأثرها مزبوط أرقامنا إيه؟ لا هو في الحقيقة في العلوم الاجتماعية بنهتم بالكيف برصد الحالة وأنا بهتم بالكيف أكتر شخصيا لأن الستاتيستيكس دي موجودة والأقمار الصناعية بترصد مثلا أن في حصل نحر للمنطقة دي بدرجة كذا أو في حصل صيانة في السواحل بقدر كذا ببلاش الأرقام أبرز الأماكن المتضررة في خريطة الوطن المصري بص حضرتك هناك المناطق الساحلية ويمكن سمعت بايدن بيقول يعيني على اسكندرية اللي هيحصل لها إيروجين هيحصل لها نحر دوبورس جونسون بالضبط يعني هو الأبحاث العلمية بتقول أن أكثر المناطق تأثرا هي الدلتات الدلتات في العالم كله ومصر عندها دلتة دلتة نهر النيل ولكن العلم أيضا بيساعدنا في الحفاظ على هذه الدلتات لذا لو حضرتك طلعت نحية اسكندرية والساحل الشمالي اللي هو فوق الدلتة على طول هتلاقي أن في بيحطوا بلوكات كده للحفاظ على الشواطئ وفيه برامج كتير جدا بتتعمل للحفاظ على الشواطئ يعني الدلتة هي بالنسبة لي أنا أكثر المناطق خطورة ليه حضرتك لأن كسافة السكانية فيها كتير لأن إحنا بطبيعة السكان في مصر متركزين على فقط خمسة في المية من سكان مصر من خمسة وعيون في المية من سكان مصر بيسكنوا في الدلتة بقى التمانية في المية تصحيحا أفندم بقى التمانية في المية تصحيحا أصدح حضرتك 92% بيتركزوا على الدلتا والوادي وطبعا على فكرة جزء من المشكلة السكانية عندنا في مصر تركز السكان في هذه المنطقة فقط تخيلوا يعني لو السكان حصل لهم خلخلة واتوزعوا في مناطق كتير من الخريطة المصرية مش هيحصل لمشكلة السكان لأن كسافة عدد السكان في المتر المربع أو في الكيلو متر المربع هيبقى أقل كتير وكمان هناك فرص استثمار كبيرة جدا موجودة في كل أنحاء الجمهورية احنا عايزين الشباب وعايزين الشباب اللي بيشوفونا يفكروا في التنقل والترحال مش لازم يقعد جنب ماما مش لازم يعيش جنب بابا مش لازم ينتمي لنفس المؤسسة المهنية اللي بابا طالع منها أو اللي ماما طالع منها خلينا نفتح أفاق جديدة خلينا يعني نجوب أنحاء الجمهورية ونشوف الريسورسز بتاعتنا نشوف مواردنا خلينا نبقى أنشط من كده أنا مش عايزة الشباب يتعلم ياخد سمكة وياكلها ويقول الحمد لله لا أنا عايزة الشباب يدور يستغل طاقاته يا راق ويشوف حضرتك المهن الجديدة اللي ممكن تبقى مفتوحة الأفاق الجديدة يتعلم لغات جديدة عشان يقدر يتواصل مع العالم كله العالم كله بيتغير لازم شبابنا يفكر ويشوف إزاي يقدر يتغير ويساعد نفسه ويساعد أسرته ومجتمعه وطبعا بلده هتبقى فخورة بأي حاجة هو طيب دكتور هلا برأيك إزاي نعدز من قدرات الفئات الأكثر تضرورا بسبب التغيرات المناخية على أنها تتكيف مع هذه التغيرات المناخية جدا حضرتك من أهم الموضوعات اللي بيكلم فيها المجتمع الدولي الـ Resilient Livelihood أو Resilient Communities يعني إيه؟ يعني هي للأسف الترجمة العربية بتاعتها مش قد كده ولكن هي تعني المرونة والصمود للمجتمعات المرونة والصمود للأفراد بمعنى إزاي أوصل الكلام المجعلس دوت إن أنا زي ما بيقولوا ما تحطوش البيت كله في سلة واحدة لازم يبقى فيه تنوع للأنشطة الاقتصادية اللي المجتمع بيمارسها لازم أعلم السيدات مهنة واثنين وثلاثة واربعة مش تقول أنا ما بعرفش غير أعمل كورشية ما عرفش غير إني خيط ما عرفش ويطلع يعيني المنتج ده بسيط جداً وضعيف جداً أنا عايزة ناس يبدعوا عايزة ناس يساعدوهم من الجامعات إنهم يعملوا أفضل ما عندهم عايزة خبراء التسويق يساعدوهم في التسويق وعايزة إنتاج السيدات يبقى مرتبط بالحاجة السوق ليه يعني شكوى دايماً في المشروعات الصغيرة يقولوا لحضرتك إيه ما بتتسوقش مش لقيين حد يسوق تقوم الدولة عاملة أسواق معارض رسمك ومعارض معارض رسمك أنا مش عايزة كده أنا عايزة مجرد إن المنتج بتاعها يخرج يبقى فيه تكالب عليه ليه؟ لأن فيه احتياج ليه مش إن أنا قاعد أقول والله ده حل والله ده جميل والله ده لا ده الناس كلها هتجري عليه لازم العلماء يدوا خبراتهم فيما يرتبط بنوعية المنتجات اللي لازم السيدات تنتجها يدربوهم عليها يعلموهم يعني إيه؟ يعملوا درسات جدوى علشان ما يطلعوش منتجات ملهاش أسواق وفي نفس الوقت منهم مع بعض يكونوا روابط علشان يقدروا يعلوا السعر ويسوقوا ويدوا لنفسهم حقهم في المنتج دكتورة هالي حريكي لمتي عن الدلتة لو كلمنا على مثلا عندنا ثلاث صحاري في مصر الصحراء الغربية والشرقية وصحراء شبه جزيرة السيناء الأكثر تدرون في الصحراء الغربية هي الأكبر مناطق إيه؟ لا هي الصحراء الغربية أكبر مشكلة بتواجهها زحف الكثبان الرملية والتصحر الشديد والجفاف الشديد ويعني لي شرف أن أنا أنتمي لمركز بحوص الصحراء اللي هو الفوكل بوينت أو المنطقة المركزية للإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر فالوادي الجديد معظم المشاكل بتاعته بتيجي من زحف كثبان الرملية مثلا الساحل الشمالي اللي على الغرب خالص أو في الوسط أو في الشرق قلة الأمطار اللي بتأدي لتصحر والجفاف في بعض المناطق بسبب ارتفاع الحرارة في بعض المناطق بسبب الراعي الجائر يعني التصحر لأسباب طبيعية وأسباب نتيجة إدارة سيئة سواء في الأراضي المروية برئيز الزيادة وعدم وجود صرف أو بسوء إدارة بأن أنا بضيف كميات كيمويات في أسمدة كيموية أو مبيدات كيموية بشكل كبير فالتلوث أيضا أحد أسباب التصحر نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هالة يوسري أستاذ الاجتماع وعضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي عفوا حبيبتي وأنا سعيدة جدا بالحوار مع حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على الأفضل